المتظاهرين طريقة الانتخاب وطريقة الرغبة في الترشيح ومن يتولى حكومة عراقية إرادة الشعب العراقي بالإضافة لأنه هناك انتهاكات جديدة لسيادة العراق فلا نسمح لأي دولة تصفي حساباتها داخل الساحات العراقية أيدت المرجعية التظاهرات كون مطالب المتظاهرين هي مطالب مشروعة وحقيقية وواجبة الاتباع وشددت أنه واجب على الحكومة الإسراء في استجابة المطالب المتظاهرين وإلا سيذهب العراق إلى الهاوية وهذا ما يحدث حاليا في الساحة العراقية أنه انتهاك سيادة الدولة وتصفية حسابات داخل الدولة العراقية فلا نسمح ونستنكر بشدة أي تصفية حسابات داخل الأراضي العراقية فليذهبوا إلى بلادهم وليكون التناحرات خارجية بعيدا عن الساحة العراقية اللي هي خاصة بالعراقيين ومطالب المتظاهرين اللي هي سيادة الدولة واحدة العراق واحد العراق للعراقيين فلا نسمح لأي دولة التدخل بالشأن العراقي سواء بالمطالب أو غيرها إن مطالب المتظاهرين هي مطالب مشروعة وقد كفلتها المرجعية العليا وأيضا القانون نحن مطالبنا جدا بسيطة وهي تعديل الدستور وإقالة الحكومة وتعديل قانون المفوضية العليا ونحن نستنكر كل ما حدث ليلة أمس داخل الأراضي العراقية كوننا نريد الأمن والأمان وليس الفوضى من ساحة مظاهرات النجف الكل والأغلبية تعرف اللي جاي يصير واللي صار البارحة هو لعبة ما بين طرفين أمريكا وإيران للأسف حاليا كل اللي يأيد القضاء على الفساد اعتبر هو معن متوجه اتجاه أمريكي أو متوجه اتجاه إيراني أو غيرها أو توجه دولي خارج الوطنية العراقية اللي صار البارحة هو معرق ما بين طرفين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني بأرض عراقية المفروض ما يمسها شعره من خلال اختلافاتهم والخلافات اللي جاي يدور بيناتهم سياسيا للأسف العراق صاير معركة دول أمريكا، إيران، سعودية، تركيا، غيرها غيرها للأسف سيادة العراق ما موجودة حاليا لكن وجود المتظاهرين وفهمهم لهذا الوضع اللي جاي يصير راح يوصلون السيادة العراق وراح يحققون السيادة والوطن اللي كل الكل يتمنى صدق هاي وجودنا هنا بالمتظاهرات معالمودي احنا مجرد بذرة نزرعنا هنا بعد يوم راح نكبر حتى الجيل اللي ورانا هو يقطف هاي البذرة وإن شاء الله راح بذرة خير ووطنية بحذ ذاتها بغض النظر عن كل التدخلات الدولية والسلام عليكم أحمد البركان ساحات تظاهرات النجف اشتركوا في القناة